أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أن ثورة 30 من يونيو المجيدة نطقت بالقول الفصل بين الوطنية المصرية الخالدة ومحاولات هدمها أو خطفها لصالح قوة غير وطنية وضاف الرئيس السيسي في كلمة بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة الثلاثين من يونيو أن المصريين استردوا مقدرات دولتهم وأنها فترة عصيبة من الفوضى والدمار تحتفل مصر اليوم بالذكرى الحادية عشر لثورة 30 من يونيو المجيدة التي نطقت بالقول الفصل بين الوطنية المصرية الخالدة وبين محاولات هدمها أو خطفها لصالح قوة غير وطنية اليوم الذي قال فيه المصريون كلمتهم فحفظوا بها وطنهم واستردوا مقدرات دولتهم وأنهوا فترة عصيبة من الفوضى والدمار وصاروا بعدها على طريق الخير والنماء والتقدم رغم كل الصعاب والتحديات بعد أن أعادوا اكتشاف قوة وصلابة الإنسان المصري واعبروا بجلاء تام عن حقيقة معدنه الأصيل حيث معاني الشرف والفخر والمجد والبطولة ترجمة نانسي قنقر